تلقينا اتصالاً هاتفياً من السيد رئيس الوزراء التركي وأكد السيد رئيس الوزراء التركي احتراماً للسيادة العراقية وحدود العراق وعدم القيام بأي عمل خارج السيادة العراقية وأيضاً أكد أنه لا يوجد أي موافقة من الحكومة العراقية لأي عمل عسكري مشترك وهو ذكر ما ذكره في المؤتمرات الصحفية بأن ربما الإعلام فسر كلامه غطاً هو ذكر إحنا لن نقوم بعمل إلا موافقة الحكومة العراقية تعرفون تركيا عيدها مشكلة مع حزب العمال الكردستاني فيما يتعلق بعمليات تشن داخل تركيا وفي هذا الإطار العراق متمسك بدستورة ليمنع أي سلطة عراقية وأي مسؤول عراقي يمنعه من السماح باستخدام الإراضي العراقية بشن أي اعتداء على دول الجوار أنا أؤكد هنا التزام الحكومة العراقية بنصوص الدستور العراقي لن نسمح بالقيام أي عمل انطلاقها من الأراضي العراقية ضد أي دولة من دول الجوار وسلمنا على ذلك